عندك كم متابع على الجروب دلوقتي؟ الجروب تقيمة 90 ألف والصفحة بقى والإنستجرام وكده أنا تقيمة كل عبادة 300 ألف 300 ألف كلهم طبعاً ستات بس ستات بس ما فيش ولا راجل يعني هتلاقي فيه كل مندازة بس طبعاً على الحاجات الـ public يعني على الصفحة أو على الإنستجرام لكن الجروب هو ستات بس بيبقوا يعني منتحدين شخصات ست ودخلين على الجروب؟ لا 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 الصفحة والإنستجرام بيبقوا لا أنا بكلم على الفيسبوك الفيسبوك ما فيهوش ولا راجل طيب طبعاً كم الرجالة اللي بتحاول أن هما تدخل الجروب ده يعني أنا شخصياً عارفة الموضوع ده نفسهم يعرفوا إحنا بنتكلم إزاي وبنقول إيه ما شاكلنا وبتاع الدرجة أن فيه رجالة بيقولك هو أحد تتكلم عني يعني هو خايف جداً على الأصل الدرجات دي إنتي إزاي بتقدري تحددي أن مثلاً ده مش فيك بروفايل أن مثلاً واحد عامل بروفايل وهمي أو أنه هو ست أو منتح لشخصية ست عشان يدخل الجروب ده مثلاً فيسبوك طبعاً إحنا كيف ببنى مع فيسبوك فما يعني الموضوع بقاله سبع سنين فدلوقتي فيسبوك بيسهل قوي أنه بيبيني حاجات زي فيلتر يعني أنا أقدر أطلع رجالة وأشيلهم خالص حتى لو هو عامل بروفايل بإسم ست حتى بيبقى أبين أنه هو فيك أكاونت يعني أنا أقدر أخلي الفلتر أنه مثلاً فيسبوك قولي الأكاونت طلع لي الأكاونت اللي معمولة في أخير ستة شهور فذي بتكون خلاص فيك أكاونت وبتتشيلها أوتوماتيك يغيب بقى أن إحنا بندخل على كل أكاونت وأكاونت ده بجد بتعملي كده؟ أه أه تيم طبعاً تيم طبعاً وعشان كده موضوع بياخد وقت طويل أوي يعني كل ناس بتلاقيها بتشتكي اللي هو أنا بقي لي تلات شهور عاملة لكن إحنا عشان لازم ندخل على كل أكاونت نضمن أنه مش بس بقى أنه هو بس أنه ست واسمها ست ومعمول من زمان لأ بندخل بنشوف هو الأكاونت ده عليه يعني أكتف بسبب أنه في حاجات بتحصل عليه أو الأكاونت ميت في حد مثلاً سبقه وعمله أهاكن فالموضوع فعلاً بياخد وقت طويل أوي بس عشان نضمن فكرة أن الستات ذي تحس بالأمان صحيح أنها مساحة أمانة أنها ما فيش ضغل داخل وبيقرأ المسجات اللي هي بتكتب بالضبط لأنه مع الستاتات في الأول تعمل كانت مش مجمعة بس مع الوقت وفكرة أنه هما تأكدوا 100% أنه فعلاً محنش عايف هما مين هما عافوا زي ما يكونوا بيتعاموا قدامنا يعني هما بيحكوا أضك تفاصيل حياتهم مخاوفهم الموضوع ما بقاش بس المتجاوزين لا أنا كنت لسا هقولك هو فيه مطلقات وفيه متزاوجين وفيه لسا ما تجاوزوش وفيه واحدة مختوبة وفيه واحدة منفصلة يعني هو كل أنواع الستات بالضبط هو بقى دلوقتي يعني هو بس الاسم عشان ابتديرنا اللي هو كانت فكرته كده لكن دلوقتي لا هو بيشمل كل أنواعه الأعمار من أول إحنا ما مدخلش حد أقل من واحدة وعشرين سنة فمن أول واحدة وعشرين سنة لحد يقولك فيه ستات سبعين سنة فالستات بتاعت تتطمن بقى فحتى نوعية المشاكل ما بقيتش ليها علاقة بالجوز بس هتلاقي فيه بنات بتبعت في الشغل فيه ستات كبيرة بتبعت أنا أولادي أتجوزه ودلوقتي عاوز أنامي مهاراتي قولولي أعمل إيه فيه حاجات ليها علاقة بالأصحاب بالأهالي الناس بتبعت بتقول أن أهاليهم بالحياة عمت بالحياة عمت دلوقتي بقت أنه مساحة من الستات أن أنا هحكي فيها كل حاجة بسرية تامة في أمان تام والناس هي خلاص بقيت العفل هالي عم بيقولك أنت في مكان عفل فيبس اللي فيه هو خلاص بقى أما تعرف عليه أن المكان ده الستات بتساعد بعض فصعب قوي أنك تلاقي حد بيتميق بيشتم ترجمة نانسي قنقر